أهلا بكم مشاهدين إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد بدايتها بالعنوة مجلس الوزراء اقراروا إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة خطوة ضرورية للمساهمة في إعادة بناء ما دمره الزلزال عمل الأفراني مستمر في المحافظات المنكوبة والأشد ضررا مخابز لاذقية أهلا بكم إلى التفاصيل أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات والقرارات التي اتخذها المجلس في جلسته الاستثنائية يوم أمس تساهم بشكل مباشر في تنظيم العمل الإغاثي في المناطق المنكوبة وحصر الأضرار وتحديد الأبنية الأيلة للسقوط واتخاذ ما يلزم بشأنها من قبل الجهات المعنية عن طريق فرق السلامة العامة وفروع نقابة المهندسين وقال المهندس عرنوس في تصريح صحفي أن جميع مؤسسات الدولة مستنفرة على مدار الساعة منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال المدمر لافتا إلى أن إقرار إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة خطوة مهمة وضرورية للمساهمة في إعادة بناء ما دمره الزلزال في مختلف القطاعات وبشأن توزيع المساعدات قال المهندس عرنوس أنه تم اتخاذ قرار يؤكد على التنسيق بين المؤسسات الحكومية والاتحادات والنقابات والجمعيات الأهلية وحصر تسليم المساعدات للجنة العليا للإغاثة التي بدورها تقوم بتوزيعها على المحافظات المتضررة أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن عمل أفران المؤسسة السورية للمخابز مستمر في المحافظات المنكوبة ولم يتوقف ومن ضمنها يوم الجمعة واستمرت عدد من المخابز في إنتاجها ضمن هذه المحافظات وفي هذا السياق بيانت المؤسسة السورية للمخابز أنها تقوم بتوزيع الخبز مجانا على مركز الإيواء والمتضررين من جراء الزلزال بهدف سد حاجتها من المادة بشكل يومي هذا وتم تقييم الأضرار التي حدثت في عدد من المخابز في المحافظات المنكوبة نتيجة الزلزال حيث تراوح مستوى الضرر الموجود حسب شدة الزلزال في المحافظة وكان أشهد الضرر في عدد من مخابز اللاذقية بينما كانت باقي المخابز في المحافظات الأخرى بين سليمة ومتوسطة الضرر تستمر مبادرات مختلف الفعاليات الأهلية والرسمية في محافظة طرطوس المتضررين من الزلزال وبسخاء من قبل المزارعين لتقديم جميع ما ينتجون من خضار وفواكه بشكل إفردي وجماعي لفرع السورية للتجارة بالمحافظة مدير فرع السورية للتجارة في طرطوس محمود سقر بينا أنه ورد للفرع خضر وحمضيات وتفاح من عدة قرى في المحافظة إضافة لتقديم مبادرات من قبل تجاري سوق الهال مشيرا إلى أن الفرع كان قد أرسل منذ صباح الثلاثاء الفائت عشر سيارات باتجاه المحافظات المتضررة من الزلزال وقدم طنا من التفاح إضافة للمعلبات وغيرها من المواد التي كانت في مخازن الفرع منوها بأن يتم العمل الآن على تغليف المواد الغذائية من خضر وفواكه وتحضيرها للانتلاق باتجاه المحافظات المتضررة دعت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب كافة المراكز النقابية العمالية والاتحادات النقابية العمالية الدولية والإقليمية والمنظمات القطرية برفع صوت عالياً ومباشرة إجراءات عملية لرفع الحصار الجائري والظالم عن سوريا وعن شعبها وأوضح جمال القادر الأمين العام للاتحاد أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قاد حملة في الداخل والخارج لجمع التبرعات لضحايا الزلزال كما يقود حملة عالمية بين الاتحادات العربية والدولية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لكسر الحصار الجائر وفتح المتورطين به وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة بكل أشكالها وبالسرعة اللازمة للشعب السوري أوقفت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة عنفات توليد الكهرباء في منشأة غاز السويدية نتيجة لإجراء عمليات الصيانة في معمل الغاز بريف المالكية شمال شرق الحسكة هذا وبين المدير العام للشركة المهندس أنور العقلة بأن عملية إيقاف عنفات التوليد في المنشأة ستؤدي إلى توقف عمليات ضخ الغاز إليها لافتا إلى أنه سيكون الاعتماد وتعويض الفاقد الكهربائي خلال فترة الصيانة المقدر وقتها بثلاثة أيام على الكمية الواردة للتيار الكهربائي القادم من سد الطبقة وعلى ضوء الكمية الواردة ستكون التغذية للخطوط الخدمية بالمحافظة فقط خلال فترة أيام الصيانة بيّن وزير الزراعة محمد حسان قطنة أن عدد البيوت المحمية والمؤمنة في محافظة ترطوس بلغ حتى الآن نحو 17 ألف بيت وهو رقم متواضع مقارنة بالعدد الكلي للبيوت في المحافظة والبالغ 136 ألف بيت وأكد قطنة على أهمية التأمين الزراعي لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم من التعويض مع وجود دراسة لتعويض المزارعين غير المؤمنين على بيوتهم المحمية هذا وقترح قطنة على المزارعين فتحة صيدليات زراعية مرخصة لمواجهة ارتفاع الأسعار واستغلال ضعاف النفوس بهذا مشاهدين تنتهي أخبار الاقتصاد شكرا للمتابعة